أنه كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والشاهد في هذا الحديث أيها الإخوة الكرام وهو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن كل نفس لا تشبع النبي صلى الله عليه وسلم جئت قيجن الدعاء يقال اللهم إني أعوذ بك من كل نفس لا تشبع قايا ربي أخذ حفظه زيث نفسش ثويت جيوين لا تشبع أي لا تقنع لأن ثنفسش ثمرة وضيس وتجيوين وتقنع فبنسويز ما ذي رمليه الإنسان إذا كان لا يقنع أو بعبارة أخرى لا يشبع فإنه سيتعب نفسه وسيتعب بدنه وسيتعب عقله ونواي جيوين ونواي قنع وذي السحر شيخ فينس هذه السحر شيخ فينس هذه السحر البدني نس هذه أحر عقلينس كل شيء ولذلك قال بعض الحكماء رأيت أطول الناس غمّا الحسود ورأيت أهنأهم عيشا القانوة هو كلام جميل وهو في الصدد أن أهنأ الناس عيشا وني تعيشني هنا تعيش زينفا تعيش مليح رأيت أهنأ الناس عيشا القانوة وني ققنعا يتيري مليح لماذا؟ لأنه يتسلمين غاس يتسلمين غاس في السن يشكار بي سبحانه وتعالى ولذلكم حينما نقرأ مجموعة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في قاجة مجموعة الأحاديث نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو يتحدث عن القناعة كثيرا في مواطن كثيرة يصور القناعة لأن مرة سرح القناعة كل شيء يطرح تفضع عمصن حمضابي عمصن شكاغابي عمصن سني عمني غانر ولذلكم قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال كن ورعا تكون أعبد الناس وكن قنعا تكون أشكرا الناس مرة قنعذا تشكاغابي سبحانه وتعالى القنع يكون شاكرا لله عز وجل وني قنعا وني جوانا يسن من غاس يسن من غاس في السم ربدي تشكاغابي سبحانه وتعالى قاعد المثال قال عصفور في يدي قال يجمو جديد كفوسينو خازي عشرين جديد نسن نجي السجار عصفور في يدي خير من عشرة فوق الشجارة لماذا؟ لأن مرض خزاد غيوذن خزاد مين غاسن غيوذن خزاد غيوك جنا والخزاد مين غاك والخزاد مين جنس والدي وازم ماذا تشكاغابي سبحانه وتعالى العلماء قال الاستمتاع بما هو موجود يخصان تحاور تستمتع اسمين غاك ما عندك وما هو موجود انظر إليه وتمتع به لأن غيرك لا يجد شيئا ولذلكم النبي صلى الله عليه وسلم جيج الحديث قال لا تنظروا إلى من هو فوقكم قال وخزاد شغيوذن جنا وانظروا إلى من هو أسفل منكم لأن يوذن اثنين جنين جن 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 جنا جن يوذن جن سودي نشينا قنغدير وسط يخصان خزاء سودي وانخزاشه جنا النبي صلى الله عليه وسلم لا تنظروا إلى من هو فوقكم قال وخزاد شغيوذن يوذن يوذن جن جنا يوذن غاية جا ولكن خزاء يوذن سودي لأن مرة كان خزاء سودي خزاء يوذن جن قلزك يوذن وغاية جيشا لأن شك أنت أفضل بكثير من كثير من الناس أنت أفضل بكثير من كثير من الناس أنا أخمان مش حاملوا أحد يتويس دابيو غاس والو قارس إيه وذن غاسن ميميوين غاسن ولكن تويسن شي لا غاسن حواج قطاز وذن وغاية جيشا والنبي صلى الله عليه وسلم يستور خلنعاية لا تنظروا إلى من هو فوقكم وانظروا إلى من هو أسفل منكم لأن التصني وذن خلن سودي وشان مثال مثال رجل بطرت رجلاه يجن وغاسبه ايضا يقيم ذكاروسا مر عليه رجل برجل واحدة يتكيء على عصا يعني ذلك يجن وغاسبه ايضا وانيو غاجبه ايضا يخزاغا وانيو غاجبه 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 ايضا وانيو غاجبه ايضا يخزاغا حاجبه جنة سبحان الله مكور جيش ماني يخزاغا ولكن ما يدخل هذا غيره وذا نقلنش التسندي لغاكش النعمة تشكاظ البي سبحانه وتعالى ولذلك هذه قصة ذكرها مجموعة من العلماء أن رجلا خرج متسخطا من بيته غاضبا لأنه لا يملكون عليه يجنوا سيبوثي سيرة يفرق زيادات وسيعجبوه رحال يقلق يزعف هوا غايبوثي سيرة فبدأ يمشي ثم وجد مسجدا في الطريق فدخل المسجد ليصلي يصلي مزيد أحمد الزاج فبدأ يصلي ثم فرغ من صلاته فإذا به ينظر إلى رجل لا يملك رجلين ولكن من جيد فكا ويتخزا فنظر إلى رجل لا يملك رجلين من جيد سيرة فنظر إلى رجل لا يملك رجلين فقال الحمد لله عندما يصلي النعمة لا يملك رجل ولكن من جيد خزا يقول أنه يجنى تأثير غران غصنا غران ما يملك رجل لا يملك رجلين فلما نظر إلى ذلك الرجل الذي لا يملك رجلين حمد الله وشكره ومي من يملك أنه يصلي وكذلك لا يملك رجل ومي من يملك رجل وليذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا تنظروا إلى من هو فوقكم وانظروا إلى من هو أسفل منكم لا يملك رجل ويقول لنا نسحو السسمين غانغ نشكا ربي سبحانه وتعالى ونحمد ربي سبحانه وتعالى لذلك النبي صلى الله عليه الحديث فإنه أجدروا ألا تصدروا أو ألا تصدروا نعمة الله عليكم لأن مرد خزاة جنة ودخزاة سوى الضيغة وذاني جن سوى الضيغة وذاني جن فإنه أجدروا ألا تصدروا نعمة الله عليكم النعمة نغاق واشتراه تفقوا الحمد وعب وشكا وربي سبحانه وتعالى احمد الله على ما عندك وعلى ما في يديك لأن غيرك لا يملك شيئ لكنًا نسمى ب loro يجب أن ننظر إلى هذا كي الناس الذين يرون ما عندهم فين ينعسون ما عندهم ما يأكلون ما عندهم ما يجربون فالقناعة تجعلك تتفقد النس وتشعروا بأحوالهم، وتشعروا بحاجاتهم، وتشعروا بفقرهم نعم الناس لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يرقز للحديثة قاش خزاع سودي خزاع شوك جنة ايوذان يسودي اني غاري ذيسن شغرينه لنواقع سنجا لأنه قاد سحوث سيخفينه تسحوث سغزيسن من غييق قاد حمضة ربي سبحانه وتعالى ثم في حديث اخر وهو من حديث ابي وريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قد افلح من اسلام ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه ثلاثا انجحو ايش اذكرت انتيد النبي صلى الله عليه وسلم الحديث قد افلح من اسلام ينجحه نيسر من ورزق كفافا يوش صعب بمن تشفن ما يكفيه وقنعه الله بما آتاه مرغاك مرغاك غيمي زي غاثي عيشن غاك ماني تزرب ماني وخاك ديته فونزا ماني وخاك ديته فتفوشت غاك ماني ذنوفا الله يجعل باركا ورزق كفافا اي رزقه الله ما يكفيه وما يجعله يستغني عن الناس لان النبي صلى الله عليه وسلم توني ذي جلقنعا ويتفكافا ذي حيو ذنة ذي التاغي وذنة فعونا النبي صلى الله عليه وسلم ذي حديث جبريل واعلم ان شرف المؤمن قيامه الليل وعزه استغناؤه عن الناس فعز المؤمن من يعنواه يقنعا ونذي جلقنعا ذي سارضى ان يقنعوا ويرضى بما قسمه الله عز وجل لا يستغني عن الناس لانه يعلم انه يملك نعما كثيرا فيبادر الى حمد الله وشكرها عليه ولذلك منعود الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم قد افلح من اسلم ورزق كفافا يخش شابي من غاستشد من غاستشود غاك شوي وقنعه الله بما اتى ولكن ما ريزق شابي القناعة اسمين غاك شك خازي كورشي خازي تصني وذان لاننغا تصني وذان وغاستشمين غاك مري وششابي القناعة وششابي كورشي فحمد الله عز وجل ان رزقك القناعة وجعلك قنوعا وجعلك تنظر الى ما عندك اننغا تصني وذان اخميق يخزاغي وذاني جل بس اخزاغي وذان غايت جاته دريم وذان غايت جالشاركة وذاني غايت جاته اصلا يحويج اتفذش غاك شوي تتني ولكن شوي تني واتتويريد فانك لا ترى ما تملكوه ولا ترى النعمة التي تتنعم بها وتتقلب فيها النعمة اني غاك والله ما غاستخزاغ لانتتوت كأنك اعمى اشخ ميضة ضعغر لان وتويريد الحاجت نينش تواريد غرح وجنودان تواريد غرح غامين الجنغيوذان ماين غاك شوات تويريد بالتالي تفذو ذكب القناعة واذا ما تعيش دمليه ولذلك شوف الآية الله عز وجل قال في آية من عمل صالحا من ذكرنا ونثى وهو مومن فلنحيينه حياة طيبة عبدالله بن عباس رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حسن بصري رحمه الله قالوا إن الآية فلنحيينه حياة طيبة فلنحيينه حياة طيبة ربي عز وجل الله قاشون غايل عمل صالح زي ثم غاثن اغذايز فلنحي عمل من عمل صالحا من ذكرنا ونثى وهو مومن زي أقل إيمان فلنحيينه حياة طيبة يوعد ذي ثلن ربي سبحانه وتعليس الحياة الطيبة من تعني الحياة الطيبة قال ذي القناعة مريوش شاب بالقناعة فمن رزقه الله القناعة فقد رزقه حياة طيبة عاش طيبا عاش هنيئا عاش مطمئنة تعيش دمليه ما لذلك القناعة إنه تسنذ مين غاك تسنذ مين تقذ ولكن مريوه للقناعة عوز ما تعيش دمليه فلا الحياة الطيبة فلا حياة طيبة لمن فقد القناعة إنه غاك تجي القناعة عوز ما يعيش الحياة الطيبة النبي صلى الله عليه وسلم قاش وقنعه الله بما أتى مريقا عن غابس سبحانه وتعالى اسمين غانب والله لقى نغمليه والله لو علم لو علم الملوك ولو علم الأمراء أن الحياة الطيبة توجد في القناعة لجال دون عليها بالسيوف لأن الحياة الطيبة تنخفي على الزوني وذان من يتجي الحياة الطيبة أقتني القناعة مريث قنعه اسمين غاك تحمد ضعب بيع الزوج الله أتي عيش دمليه ولذلك هناك حديث آخر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم معافا في بدنيه آمنا في سيربيه عنده قوت يوميه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها شوف النبي صلى الله عليه وسلم قاش من أصبح منكم ونزون دغي صبحا أتكاذك يصبح معافا في بدنيك وذهري شدشا وغاك بوشن جهرش الصحض في غماس مليح المعيدة تخدم مليح واشي تقس بوز جيف واشي تقس نفا الدن واشي تقس وعروا واشي تزيوالو أصبحت معافا في بدنيك أي لا تشكو من علة ولا من مرضي لم يكن أعرفا في قدس قيدس وغاك وغاك وصحة مليح بارك الله وفي بارك الله ذي صد يا ربي الباركة ذي الصحة نون والسنين معافا في بدنيك آمنا في سيربيك فقد أعرفين مليح طوموا بينين شو سوقي عوالو المحل مرغاكش المحل قتمليح اكش الباركة قتمليح بمعنى أقش آمين في سيربيك أي في ما تملكوه كورشي يصبح مليح عندك قوت يوميك شوف النبي صلى الله عليه وسلم يصبح مليح بمعنى يقش غاك رمان غاك شضنها عني أي عندك ما تقتاتو عليه وما تأكلوه في ذلك اليوم فقط غاك شين تخبس غاك ما يجن جكسو شفاي غاك يجن تحبوش نتفحي ما غاك شضنها عني واجبو غاك تفح سكيلي وثن غروم سكيلي وثن شفحي صلي طروض تلجات شفا ديفرشي شفا مشان الكستات شفا غير الخوضاتاش لا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي غايت جغي ما غايتش نهارني عندك قوت يومي ويقارش النبي صلى الله عليه وسلم فقد حيزت لك الدنيا بحذافيريها قشي وش شعبي الدنيا تكمر فقل على الدنيا العفاء واخسغواله ماذا تريدو أكثر من هذا ماذا تريدو القناع مرأة كلمان غايتشد وش تقن عفغين هاني والله هلقش مليح وش شعبي الدنيا تكمر وخزا شجني وذن لا باس خسن مرأة غاسن غاسن كورشي ولكن واعسن بوصح في غاكشك واجين بو مليح ممش جيدشك واجين بو مليح ممش تزرتشك واسن بو مليح ممش تزرتشك واسن بو مليح ممش تسدامان شوف النبي صلى الله عليه وسلم يذكرك بنعم الله عليه ويذكرك بما عندك ويذكرك بغيرك الذي لا يملك شيئا مما تملكه من أصبح منكم معافا في بدني آمنا في سربه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيريها ثم هناك حديث آخر ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه بي صلى الله عليه وسلم قال اتقي المحارمة تكون أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكون أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكون مومنة وأحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلمة ولا تكثير الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب النبي صلى الله عليه وسلم قال د Пом يذكركوا ارض بما قسم الله لك تكون أغنى الناس تكون أغنى الناس لأن من الغنى القناعة ومن الغنى الرضا فغنى النفس والرضا من القناعة والرضا من الغنى من رخصة تريد لا تريد لباسخك وتجبه دير فلوس تريد لباسخك دير عقرينش دير عقرينش دير ثذاثينش أعظى صمين غاك ارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس غير تعظى أتقنعذ أتريد مليح بإذن الله عز وجل وهذا وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهناك مجموعة من الأحاديث والآياث ومن كان فقيرا ومن كان غنيا فليستعفف فليستعفف القناعة لا تتعلق بالفقير بل حتى بالغني لنوجه يقنعا غير الفقير وحتى الغني الغني غايت جانطاس غاس لباسخاس غاس تجارة لن تخصد يقنع أن يقنع بما عنده والفقير الذي لا يملك شيئا إلا القليل أن يقنع بما عنده ولذلك من نبي صلى الله عليه وسلم قيش الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم ثالثة. القناعة ولو. لان مرة اثرح القناعة اذا فقدت القناعة حل ما حلها الجشع والطمع. مرة اثرح القناعة يتزد الطمع. طب هنم دايس غا الطمع. يعزو المزيد المزيد يلغي الطمع وصاف. ولذا كم نبي صلى الله عليه السلامة يقاشون شنج. امري شنج. غاستنين اخزنا نده. بني غنج فلوس. لابتغى اليهما ثالثة. اذي خي سويس ثلاثة. وازم ما يقنع سمين غاس. اخزا عذي قطاع. مر غاس ثلاثة ديازو قطاع. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. إلا التراب. قارش جوف النغمين تتعامي تعماري تيليو شر. اناش خميت متابنة ذم يتذف انضر شر. يتذفو شر صافي. دوني خنغي اخو يتعمان الجوف النغم. لان مرولو القناعة والله يمن قناعة. وخاغاك. 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 توريد شينج سنة جينش عزو طوضة. طوضة ما نيوض. ونقوات خزاك على سنة. امني غد قيمت. ولا 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 امني غد راحظ. تحت ذي الحياتنا. احت ذي ثوذرين. شو سبحان الله غيد. قلنا طلع عزيزي قاش. يهبوا لمن يشاءوا اناثا ويهبوا لمن يشاءوا الذكورة. او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعلوا من يشاءوا عقيمة. شو خين يعزيز هربب الزاوور دجت حنجان. قاز.. يتعود غيرو دعوت الحنججظ. غاو غازيwel حنجري. من يزو ؟ يزوый حنجان. ي炭ل غاسي حنجان. يزو closely حنجيرين. يتجنوة غاسشا. يصيابوا لكدى حنجاني يقدتى حنجاز. وانغاي يجي حنجان tu حنجاز. ق är وغاري الحنجان. واني يملجل ق kommer İمر wir ومر SEO. ان القناعة يريد أن يقنعني السن عام يقاش صغير يطلب الكبار وشيخ ودلو صغور وخال يشتهي عمل وذو عمل به ضجر وذو مال ورب المال في تعب وفي تعب من افتقر وذو أولاد مهموم وطالبهم قد انفطر فهل حار على الأقدار أمهم حيار القدار شو سبحان الله قاش مزين يزود يمغى لين مرء وغانا بلقناع منهم ويس حسي أذي يعيش أذي قناع أذي من دي وابد وني انت أمزين يزود يمغى وني يمغان يخسى يزود يعقبض مزين فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشي شو ذاك مي مغان قاش بريد عقبض مزينو ويتمنوا ولكن سوركي الجن لويقنا يمغى يعيش وطماني سعاد يزود يتاثمار ويحنجاني مزينان يتكش انتخنتي حوجة ويحنجاني مزينان يزود يزور ده مزين يقاش صغير يطلب الكبار وشيخ ودلو صغور وخال يشتهي عملا ونو يخدمني يزود يخدم وني يخدمني من اللي نخدمت وخال يشتهي عملا وذو عمل به ضجرة ورب المال في تعب ونغا يتجار فيروس خاص الشاركة قدي تمارا وفي تعب من افتقارا ونو غا يتجار اقدي تمارا ولذلكم شوفوا وذن اقديما وذن الحكماء قديما كانوا يتحدثون بحكمة فقالوا كلاما جميلة سووا نسل حكمة قاش ونو غا يتجار قد تلاحس العاون حنجان مشاكل الطربية قساح شي تفغ شي تذف المسؤولية ذي كرهم تفكار دي طعوين شو كار دي مستقبل تري الدرهم اي تعيش الهم داخل البيت وتعيشه خارج البيت لانما نغا يتجي حنجان قد درهم وذو اولاد مهموم وطالبهم قد انفطر يجنو غا سبو حنجان ورنسي الدقوس يحزو حنجان الزرغو وضبي الزرغو عشاب الزر حتى انه يتحغ يتحغ الشعواذ والعياذ وبالله يتحغ يصحان يحزو حنجان وبأي طريقة قد يسلكوا طريق الحرام وهو لا يدري جاني وذن ساك انو غا سبو حنجان يراح يراح يضيف يفوال يقربت يتغي يشعو ذن دي صحان فاق شغر تتمنس نرفلو سوا مراش يشعب حنجان الله ماش تن يشنج ويه ياب لمن يشاؤ اناثا وياب لمن يشاؤ الذكور او يزوج ذكران واناثا ويجعل من يشاؤ عقيم مراش يشعب حنجان لما يشنج وخا غاث هريض غوش امريكا 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 كندا يشن يشن مضبي طبعا كله يزرغ فرنسا يزو حنجان وانا ويجعل من يشاء وعقيم لانا ذيس الحكمة العلماء كان شبع الزوج الله وانو غايت جي حنجان ذيس الحكمة وانو غايت جا غايت جا ديس الحكمة وانو غايت جا ديس الحكمة او يزوج ذكرانا واناث اي خلطوهم وانو غايت جي حنجان تحنجيري كل شي ديس الحكمة وطالبوهم قد انفطر ولكن غايت جيشا يضو يحز حنجان ميمي مزدي كمان ايا كتزي القناعة ميمي يشوف بنا بنا يقاس يا مش حمل واحد يقاس غاث ثم اشتري قطعاتا او وقعتا اذي قاس غايت مواف يصغط مواف بذي قاس يار بذي غايت المحل ينظر كوزينا بارك تذي المحل لذي كوزينا قاس يار بذي غفظ قضي غرحي ضال تذي يرحي قاس ذاني غايت نصاب ونمت ذاني ربيت تسين غريب غريب رحصرا هذي يعني كوزينا او امني غريب قيمة رجل مين ان القناعة ولو مرغاك القناعة غاك غاك مخمتي عيش ملي ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة حسنة النبي صلى الله عليه سلم كان قنوعا في لباسه قنوعا في بيته قنوعا في عيشه قنوعا في حياته شوف النبي صلى الله عليه كان حتى عمر بن خطب رضي الله عنه انجدخلت يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متجع على حصير عمر بن خطب يثخ النبي صلى الله عليه سلم فوجدته متجع على حصير على حصير فنظرت إليه فإذا بالحصير قد أثر في جنبي عمر بن خطب انجدخ زاغ النبي صلى الله انجدخ ديس رما مرث قندم يخ جاث فنظرت إليه فإذا بالحصير قد أثر في جنبي حفبك عمر بن الخطب رضي الله عنه فنظرت إلى خزانتي اخزاغ شوينة المرافع وذين والو فبدأ يبقي عمر بن الخطب رضي الله عنه الناس الرسول ما يبكيك يا عمر ميخفتروا الناس يا رسول الله أنت نبي الله وصفوت وكسرى وقيصر والأنهار رضي الله عنها حتى أن عائشة جنها ميسم وشمس ميسم وشمس نصر عائشة نصر كانت لا توق النار في بيتنا شهرا أو النار الهلال أو هلالين شهرا أو شهرين نصر شهرين والثمس أي لا يطبخ الطعام النبي صلى الله سأل كان قنوعا جديس القناعة جديس الرضا ومري مين ميخيس النبي صلى الله سأل هذا ولكن تعيشت القياس البساطة تعيشت الباركة تعيشت القناعة فسألها ميسمو ماس عائش رضي الله عنه سقصة النس ميخي تعيش فعلى ماذا كنتم تعيش قالت كنا نعيش على الأسودين الماء والدقن نس من تيني هكذا كان رسول الله ولكن النبي صلى الله خزاشق الملوك لا ينظر إلى قيصر ولا إلى كسر ولا إلى ملك من الملوك ولكن كان ينظر إلى ما أعده الله عز وجل لعباده المؤمنين في الجنة وليذلك العلماء كاناش بش طاب بذ القناعة أن تحصول أن تحصيل القناعة وأن تحققها فيجب عليك أن تقوم بمجموعة من الأسباب برثاز ذلك القناعة يخص أول حاجة أن تنظر إلى زوال الدنيا وفنائها الحاجة تبزال تخزال بين الدنيا وخغعك لذلك ذنون خذ القناعة من دنيا وارض بها لو لم يكن لك إلا راحة البدن وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها هل راحة منها بغير الحنط والكفاني خذ القناعة من دنيا وارض بها كسي القناعة زي الدنيا ضع ذي الزيز لو لم يكن لك إلا راحة البدن تحصي ضع راحة البدن أقضي القناعة وانظر وانظر إلى من حوى الدنيا كورشي الذي يملك الدنيا بأجمعها انظر إلي الملوك الملوك إذا ماتوا ذهبوا إلى قبورهم بالحنت والكفني ولن يأخذوا شيئا معهم إلا مترين من ثوب أبيض لا جيب فيه ما قلت منتها المالك مين سغير اثنين مترون تشوق التشملات ذهب بمترين من ثوب أبيض لا جيب فيه حتى الجيب والو مين ميرشفن وسط جنجيب مين غادي سجيب ما كاش تكسيد السوارت ما كاش تكسيد تيريفون ما كاش تكسيد تسطين ما كاش تكسيد الرغرق ما كاش تكسيد البيرمي ما كاش تكسيد بصبعة لن تأخذ معك شيئا إلا العمل الصالحة وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير الحنت والكفني فمن هنا تستطيع أن تحصل القناعة وأن تحققها حينما تنظر إلى زوال الدنيا وإلى فنائها قال شوف علي بن أبي طالب رضي الله عنه مر يوما على مقبرة فبكى ثم قال يا أهل القبور ما الخبر عندكم إن الخبر عندنا أن أزواجكم قد زوجت وأن أموالكم قد قسمت وأن بيوتكم قد سكنت علي بن أبي طالب يستغرق مظرا يا أهل القبور ما الخبر عندكم إن الخبر عندنا أن أزواجكم قد زوجت مرى تمثت جي تمغاطينش تمغاطيش يا تمرش أنا تمرش هيجا نظني واستبدلتني ببعل بدلي وسيّرته على الأموال والسكن تمرش طب غاطيش قوة تمرش مرى يوسسس سنة الحيات تموثت ثقيم تشجاج يوسسش يا زوتي مرش يا تمرش قاجي وتقيم في التروخ خاك شك تمرو إذا تقيم مع بعين سنة خمسين سنة سنة هتمرش اه اتي اتي خميس رنته ادي اسي جندش جديد اذي قمشانينش ولذلكم ايها الاخت الكرام علي بنو عبي طالب رضي الله عنه يستحضروا هذه الحقائق يستحضر الحقائق ان ازواجكم قد زوجت تيم غارين وين مرشنت يستورك ين يموت انك مضران قاس يان يجين تيم غارين تيم غارين مرشنت وان اموالكم قد قسمت الذين جمعوا الاموال يني جمعنا الفروس جمعنا طاس اتبغى مثل مين يتوقعنا الفروس الني والطنطنة الوارثة اموالنا لذوي الميراثي نجمعوها ودورنا لخرابي الضهري نبنيها ومين نجمع الفلوس نجمعيه انتي الوارثة ومين بنا نبنا لخرابي الضهري مش هاتوذرين مره نعقب غاغاغاث مواثر بنوغل اصل نجدود الوالدين اتحت غاثدها مين يجيز ضغبها باش راق ديت مين يجيز ضغج دش اتفت ذوردها زروت ذورد شار اصبحت الديار اطلالة اي اثار كل شي را لخرابي الضهري لاني تذوري مع المودة تذورد شار ادرنت وانتي اصدغ حد ادرنت راح انت شويت شويت اغذورنت غيظة زروت الشار سقال قايز ضغده جدي قايز ضغده بابا قانش ذنق عيشاق عزيزي جيد جذا منيني تذور غيظة واركور شي را ودورنا لخرابي الضهري نبنيها فعلي بن عبي طالب رضي الله عنق واعلموا ان اموالكم قد قسمت الوارثة ويسي شوي ويسي شوي راح نغشغرن سن مين جمع ذي خمسين ستين سنان يراح ذينها يراح كور شي وان بيوتكم قد سكينات او سكينات تذورين مش حال من واحد يبنى ثداث وات يصدغ مش حال من واحد يبنى ثداث والله ما يصدغي توفاه الله عز وجل قبل ان ينام في ذلك البيت الجديد مش حال من واحد يبنى ثداث يتكمر ثداث الاجل ينسي خشد والله ما يذفت وراي يصدغي وراي يصدغي وراي يصدغي وراي يصدغي وراي يصدغي هذه سنة الله في خلقه وفي كونه كورشين ربي سبحانه وتعالى فالبيوت التي نبنيها يسكنوها غيرونا مش حال من واحد ولذلك يشوف غير المثل داري غير المثل قال لو دام لغيرك ما وصل إليك الكورسي ذي الإدارة الكراسي في الإدارات المناصب المناصب والكراسي لو دامت لهم لما وصلت إلى غيرهم الكورسي ذي الإدارة يقيم خاس القايد يزدج القايد النظر يقيم خاس يزدعود القايد ويسرث يقيم خاس يزدو الصعب يقيم خاس لو دام للأول لما وصل إلى الآخر ومريجة الدوم الدنيا ما المعنى يقعش دوم لو دامت الدنيا لمن سبقك ولمن كان قبلك لدامت لك ومريجة دوم الدنيا مزهورة أمني الكراسي التي نجلس عليها جلس عليها عديد من البشر السيارة تصغي الطموبين مرة تصغي الطموبين أكازيون تصغي الطموبين ونجيبوذ جديد مش حارية ينديوذان مش حارية يصغي ينديوذان مش حارية ينديوذان فتحني مش حارية ينديوذان هكذا أيها الإخات الكرام كل شيء مرة خزاف غزوال الدنيا وفنائها كورش يتصوى رجل بالنوى الدم لرب سبحانه وتعالى ذالعمل صالح فعليك بالقناعة لأنها كنز لا يفنى حتى لا أطيل عليكم وصلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم قول السديد والعمل لرشيد وسميع المجيب الله موفقنا لما تحبه وترضاه وجعنا من عبادك الصالحين يسر لنا كل عسير جعلي ذيقنا مخرجة واليهمنا فرجة بارك الله فيكم شكوركم على حضوركم وأشكر المشاهدين حياكم الله وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله لكم وإلى فرصة قادمة إن شاء الله وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته